اهلا بكم في فيلم جديد بيبدأ فيلمنا بالنحلة بيري وهو بيلبس علشان يروح حفلة التخرج بتاعته وبيتكلم معاه ابوه وامه وبياكدوله ان هم هيحضروا حفلة التخرج وبيكونوا فخورين بيه جدا وبيروح بيري لصاحبه ادم علشان يروحوا لحفلة وفي الطريبة بيتكلموا عن معاناتهم في الجامعة وده لانهم قضوا 3 ايام في الابتدائي وتلاتة زيهم في السنوي ومش كده وبس 3 ايام كمان في الجامعة وبيوصلوا الحفلة وبيهنيهم مدير الجامعة وبيقولهم يعني مبروك على التخرج وبيقولهم ان هم هيبدأوا شغل من تاني يوم وبنشوفهم وهم بيلبسوهم الخوز الصفرة بيقولهم مدير الجامعة ان هم هياخدوا فكرة بس عن الشغل في اليوم ده وهيبدأوا شغلهم من اليوم اللي بعده وبيروحوا لخلية العسل بقى وهناك بتقولهم مشرفة الخلية ان هم لازم يركزوا وهم بيختاروا الوظيفة اللي هيشتغلوا فيها وده لانهم مش هيقدروا انهم يغيروا الشغل بتاحهم بعد كده وبتكمل كلامها وبتقولهم انه مش هيكون عندهم اي اجازات نهائي وبنشوف كل النحل بعد كده وهو مبسوط انه هو هيشتغل مع عدى بيري اللي بيكون مش عاجبه كلام المشرفة وبتكلم ادم مع بيري اللي بيكون متدايق من قوانين الشغل ولكن بيقوله ادم انه هيختار مرة واحدة بس في حياته وبعدها مش هيكون مضطر انه ياخد اي قرارات تانية في حياته وبيوصل بعدها النحل اللي بيجمع الرحيق من الظهور وبيقول بيري انه هو بيحب الشغل ده وده لان النحل بيقدر يشوف الحياة برا الخلية وبيشوفوا نحلتين وقفين كده في جنب من الخلية ووقتها بيروحوا يتعرفوا عليهم وبيقولهم بيري انه قوي جدا وانه بيقدر يهاجم كل الحيوانات حتى الدبابة وبيسمعوا نحلتين من اللي بيجمعوا الرحيق كلام بيري وبيقربوا منه وبيقولولوا انه مدام قوي قوي بالشكل ده يبقى يخرج معاهم في اليوم اللي بعده عشان هم رايحين لزهرة عباد الشمس ودي موجودة على بعد ست اميال من المكان اللي هم موجودين فيه وبيقف بيري انه هو يروح معاهم تاني يوم بالفعل وفي تاني يوم بنشوف بيري مع ادم وباقي الطلبة وهم بيختاروا الشغل بتاحهم ولكن فجأة بيختفي بيري ولما بيتصل بيه ادم بيقول بيري انه قرر انه يروح مع مجمعين اللقاح لانه مش عاوز يقضي باقي عمره جوه الخلية وبنشوف بيري مع قائد جامعي الرحيق وبيأكد عليه وعلى باقي النحل انه هم ممنوع يتكلموا مع حد من البشر مهما كانت الاسباب والحقيقة انا مش عارف هم اصلا هيتواصلوا معهم ازاي ولكن بيطير معاهم بيري وبيكونوا مباهر بشكل الظهور وده لانه اول مرة يخرج برا الخلية وبيتعلم بقى من باقي النحل ازاي يعمل تلقيح للظهور اما من بعيد كده فبيشوفوا ظهرة كبيرة جدا وبيقرروا انهم يوصلوا لهناك ولكنهم لما بيوصلوا بيلاغوا انها تبقى كرة تينس اصلا ولما بيلمسها واحد منهم بيلاقي انه بيتلزق فيها كده فبينبه باقي النحل انه هو ما يلمسهاش وما بيسمعش بيري نصيحة صاحبه وبيمسك الكورة فبيلزق فيها وفي نفس الوقت بنشوف بنت بتاخده الكورة وبتبدأ انها تلعب بيها وبتطير الكورة في الشارع فبيدخل بيري جوه محرك عربية وبيلف جوه كل مكوناتها وبعدها بيطلع من فتحة التكيف فبيخاف منه طبعا اصحاب العربية وبيرشوه بالمبيد الحشري ولكنه بيقدر يهرب منهم في اخر لحظة وبعدها الدنيا بتمطر فمش بيكون عارف انه هو يطير وساعتها بيقع جوه بيت وطبعا بيحاول انه هو يهرب من البيت ولكنه مش بيقدر ولما بيشوف اللمبة منورة بيفتكرها الشمس وبيفتكر انه خلاص كده خرج من البيت ولما بيحاول ان هو يطير ويقرب منها بيقع في طبق الاكل وبيشوفوا صحاب البيت وكانوا على وشك انهم خلاص يخلصوا عليه ولكن بتيجي فينسا وبتوقفهم وبتقولهم انهم لازم يحافظوا على حياة النحلة زي حياة البشر بالزبط وبتاخدوا وبتخرجوا من الشباك وبنشوف بيري وهو قاعد على ورق الشجر لحد ما الدنيا توقف مطر ولما بتظهر فينسا وتكون لوحدها كده بيقرر بيري ان هو يدخل لها ويشكرها لانها حفظت على حياته ولكنها اول لما بتشوفه قدامها وهو بيكلمها بتتفاجئ طبعا واكيد احنا معاها كمان وبتقول انها حاسة انها بتحلم وبيقولها بيري انها مش بتحلم ولا حاجة وانه كان المفروض ما يكلمهاش اصلا ولكنه كان لازم يشكرها لانها انقذته منهم قبل ما يموته تخيلوا معايا كده لو كان النحلة فعلا بيتكلم ولكنه محافظ على السر طول السنين دي كلها المهم انه بعدها بتكون فينسا لسه مش مصدقة وبتفضل تضرب نفسها كده بالشوكة علشان كانت فاكرة انها بتحلم وساعتها بيقولها بيري انه خلاص شكرها على اللي عملته معاه وانه هيسيبها ويمشي وببطل لها بتعمله في نفسها ده وبتطلب منه فينسا انه هو ما يمشيش ولا حاجة وبتعمله قهوة وبتزبط له دماغه وكمان بتجيب له كيك وبيفضله يتكلمه مع بعض في البلكونة بيحكي لها بيري بقى عن حياته في الخلية وكمان بيقولها على مشكلته في الشغل وكمان بيعرف منها انها عندها محل بيبيع في الورد بيدخل عمل الصيانة عليهم وبيشوف فينسا وهي بتتكلم ولكنه طبعا ما بيلايش معها حد فبيفتكر انها بتكلم نفسها بيودع بيري بعد كده فينسا وبياخد حتة كيكة وبيطير علشان يرجع مرة تانية للخلية وبيرجع فعلا للخلية وبيقابل آدم وبيحكي له كل اللي حصل معاه وساعتها بينصحه آدم انه لازم يوقف انه يعيش حياة المغامرات دي وانه لازم يركز في شغله جوه الخلية فبيتعصب بيري عليه وبيقول له انه هو لازم يرجع لفنسا مرة تانية وبيدي آدم قطعة من الكيك فطبعا بيانباهر بالطعم بتاعها الجميل جدا وساعتها بيقول له بيري ان كل حاجة عند البشر طعمها حلو وشكلها كمان جميل جدا زي قطعة الكيك دي بالزبط وبيرجع للبيت وبنشوفه وهو مستجم بقى في حمام العسل اللي في البيت ولكن بيدخل عليه اهله وبيكونوا متعصبين وده لانه بقاله 3 ايام ولسه ما استلمش الشغل بتاعه ولكنه بيقول لهم ان ده قرار مهم وانه لازم ياخد وقته علشان يفكر في الخطوة لبعد كده وبيسيبهم وبيطير ده مستقبل برضو يا جماعة بيروح بيري بعد كده لفنسا وفي المحل بيلاقي ان فيه اعلان لمسابقة استعراض سنوي للورود وبعدها بيروح معاها للسوبر ماركت وهناك بيتفاجئ لما بيلاقي كمية عسل كبيرة جدا ولما بيسألها وايه كمية دي كلها فبتقول له ان ده طبيعة يعني لان البشر بيأكلوا العسل وساعتها بيتفاجئ بيري وبيتصدم اكتر لما بيلاقي ان العسل بيتعمل عليه تخفضات وبيقول ان النحل ما يعرفش ان البشر بياخد منهم العسل اصلا وبيقول انه لازم يفهم كل حاجة بخصوص العسل وبنشوف بيري بعد كده وهو بيرائب عمال السوبر ماركت وبيعرف منهم ان العسل بيوصل لهم من مزرعة النحل وهنا بيهدد العامل اللي طبعا بيتصدم لما بيلاقي ان بيري بيتكلم زيهم وبيشاور له على عربية المزرعة اللي بيتجيب لهم العسل وبيجري بيري ورا العربية وبيركبها وبيوصل معاها للمزرعة وهناك بيفضل يرائب العمال اللي طبعا بيشتغلوا في المزرعة دي وبيشوف ان العمال بيرشهم وبيد على النحل علشان طبعا ما يبقوش حاسين ان العمال بياخدوا منهم العسل وهنا بنشوف بيري بيطلع كاميرا وبيفضل يصور كل اللي بيحصل في المزرعة بيتير بعدها وبيرجع لخليته هناك بيحكي الاهله على كل اللي حصل وبيقرر كمان ان هو يرفع قضية على البشر لان هما بيسروا منهم العسل بعدما بيدعبوا فيه وبتتحول القضية لقضية رأي عام بيتكلم عنها كل خلايا النحل وبنشوف ان فينسا بتساعد بري في قضيته ضد البشر وبنشوف ان البشر طبعا مش مهتمين بقضية العسل دي كلها وكل اهتمامهم ان هما يشوفوا النحل وهو بيتكلم زيهم وبنيجي بقى في يوم المحاكمة وبيقول محمي البشر ان هم اذا كانوا بيتخانقوا مع النحل دلوقتي علشان العسل فبعد كده هيدخلوا في مشكلة مع دوت القز علشان بياخدوا منها الحرير وبيتعصب بعدها واحد من اصحاب المزارع على النحل بري فبيزيد تعاطف الناس مع النحل وبنشوف بعدها فينسا مع بري في بيتها وبيجي بعدها كين اللي بيحاول ان هو يخلص على بري لما دخل الحمام ولكن فينسا بتوصل في الوقت المناسب وبتطرد كين برا البيت وفي المحكمة تاني يوم بيفضل محامي البشر يستفز في النحل لحد ما بيتعصب ادم وبيقرصه وبيفضل يتوجع المحامي قدام القضاء جدا جدا وبيتنقل ادم بعدها للمستشفى وبيعلق له محليل من العسل بيروح بري علشان يطمن عليه وبيتأسف له ادم انه خلى موقف النحل ضعيف بعد ما قرص المحامي وبيطلب من بري ان هو يقفل الشباك لان فيه دخان كتير وبيتعبه وهنا بيفتكر بري رش العمال الدخان على النحل علشان ياخده العسل منه اما في تاني يوم بياخد بري معاه المدخنة للمحكمة ولما بيشوفها المحامي بيرش الدخان على النحل كله وهنا بيقول بري ان هم بيأزوا النحل بالدخان ده وهنا بيتعاطف كل اللي حضرين مع النحل وبالفعل بيكسبوا القضية بنشوف بقى كل المزارع وهي بتتقفل وكمان بيحرروا كل النحل اللي فيها وبنشوف عمال السوبر ماركت وهم بيلموا كل العسل منها وكمان زباط الشرطة بيقبضوا على اي حد بيستخدم العسل وبيرجعوا العسل كله للنحل مرة تانية وبيزيد العسل في الخلايا وبيوقف النحل انتاج العسل لانه خلاص مش محتاجينه وكمان بيوقفوا تلقيح الظهور فبيموت كل الظهور حتى فينسا قفلت محل الورد بتاعها وبيتكلم بيري مع فينسا وبيقولها انه كان قصده انه يريح النحل وانه ما كانش يعرف ان النحل مهم في الحياة بالشكل ده بالذات بعد ما شاف كل الظهور وكمان كل النباتات العادية ماتت وبتقول فينسا انها هتروح لمعرض الظهور لاخر مرة وهنا بيفكر بيري في فكرة وبيقول لفنسا انه اكيد كده هيكون فيه ورد كتير في معرض الظهور وانه هيستخدم الورد ده في تلقيح باقي الورود اللي موجودة بمساعدة باقي النحل علشان الحياة ترجع لطبيعتها مرة تانية وبالفعل بيوصلوا فعلا للمعرض وبياختوا عربية مليانة بالورد وبيرجعوا للطيارة علشان يوصلوا للمدينة ولكن الطيار بيقول ان الطيارة هتتأخر ساعتين بسبب الجو وهنا بتتعصف فينسا وده طبعا لان الورد هيموت قبل ما يوصلوا وبيدخل بيري يتكلم مع الطيار والمساعد بتاعه اللي طبعا بيفقدوا الوعي لما بيلاقوا ان النحلة بيري بتكلمهم وهنا بتتواصل فينسا مع برج المرأبة وبيقدروا ان هم يشغلوا الوضع الآلي للطيارة وبيعرف النحل اللي حصل لبيري وفنسا وبيقرروا ان هم يساعدوهم وفعلا بيوصلوا للطيارة وقدروا ان هم ينزلوها في المطار من غير ما يحصل لها حاجة وبيلبس بيري بدلة مجمعين الرحيق وبيساعدوا باقي النحل ان هم يلقحوا كل الظهور وفعلا بترجع الظهور تنور وتفتح مرة تانية وكمان بيوافق النحل ان هو يبيع العسل للبشر مرة تانية وبنشوف مملكة النحل وهي بترجع للعمل مرة تانية وبكل دقة زي الايام اللي فاتت وبنشوف بعدها بيري وهو بيشتغل مع فينسا في محل الظهور بعد ما عمل وجرب كل حاجة كان عاوز يشتغلها وبس كده الحد هنا بيخلص الفيلم بتاعنا والحلقة بتاعتنا نتمنى الاتنين يكونوا عجبوكم لو عجبوكم فعلا ما تنسوش تفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد نشوفكم في حلقات تانية كتيرة جديدة وسلام